لم يبقى من مدينة أرميرو التي أغرقتها الانهيارات البركانية والطين في العام 1985 سوى نظرة الطفلة أوميرا سانتشاز التي نقلتها وسائل الإعلام في كل العالم أما أطلال تلك المدينة التي كانت تعج بالحياة قبل انفجار البركان فتغيب في النسيان دخلت المياه والطين إلى السيارة فحضنت أمي وشقيقتي تشعر أنها تقذفك إلى الأعلى ثم إلى الأسفل تشعر بأشياء تضرب وجهك وجسمك فقد ضرب المدينة سيل من الطين ارتفاعه أربعون مترا أي ما يعادل طول مبنى من 12 طبقة تحول إلى موجات ارتفاع الواحدة منها 10 أمتار بسرعة 300 كيلومتر في الساعة وقد وقعت تلك الكارثة بعد أشهر على استيقاظ البركان نيفادو ديل رويس أو الأسد النائم كما كان يسميه القدماء والذي يبلغ ارتفاعه 5321 مترا والواقع على بعد 45 كيلومترا من المدينة يجب على السلطات أن تنبه السكان عن زمان وقوع الزلزال والبراكين في بعض الأحيان نصبح عنيدين ونرفض الرحيل متمسكين بأغراضنا المادية وهذا ما حدث فعلا وبين الأنقاض المتبقية تنتصب بعض الصلبان التي وضعها أشخاص يظنون أن أقرباءهم دفنتهم سيول الطين في هذه الأمكنة وفي المكان الذي كان يشكل وسط المدينة بني قوس من الإسمنت أحياء لذكرى ضحايا تلك الكارثة ترجمة نانسي قنقر